تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله عددا من البرقيات المهنئة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأنه ليسرنا أن نكتب إلى جلالتكم معبرين عن أخلص التهاني والتبركات بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني والذي جاء تعبيرا حكيما عن رؤية جلالتكم في نهج العمل الوطني لمسيرة الخير والازدهار تحقيقا لآمال وتطلعات شعب البحرين المخلص إن مملكة البحرين وبفضل رؤية جلالتكم الثاقبة وحكمكم الرشيد قد خطت خطوات تاريخية مميزة وحققت في عهدكم الميمون المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي يفخر ويعتز بها شعبكم النبيل المعطاء وأنه لا يسعدنا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نؤكد على مواصلة العمل بكل العزيمة والإرادة لتحقيق تطلعاتكم نحو مزيد من التقدم والنماء لندعو المولى عز وجل أيحفظكم بعنايته ويشملكم بتوفيقه ويحقق على أيديكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة ما يصب إليه شعبكم من تقدم ورفعة وزهار إنه سميع مجيب ودمتم في رعايته سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز والتقدير تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني وأننا نستقبل هذه الذكرى ونحن بحمد الله سائرون بكل ثقة وثبات في تحقيق ما يتطلع إليه شعبنا العزيز من مواصلة إنجاز مشروعنا الحضاري الذي بشر به ميثاق العمل الوطني وأننا نقدر الدور الكبير الذي نهضتم به سموكم في هذا الطموح ولمواصلة بناء الدولة على أسلم الأسس وأثبتها تحقيقا لتطلعات مملكة البحرين في المزيد من الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وكل ذلك مرفوض بخبرة سموكم العميقة التي كانت دائما موضع اعتزازنا وإننا إذ نبعث إلى سموكم بأطيب التحيات وأصدق التمنيات بمفهور الصحة والعافية لنرجو من الله عز وجل أن يحفظ سموكم ويوافقكم لما يحبه ويرضاه والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع لجلالتكم خالص التهاني والتبركات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني هذه المناسبة الوطنية التي تمثل فصلا هاما مهد لمرحلة جديدة من التأسيس للمزيد من المكتسبات الوطنية في تاريخ المملكة المعاصر بقيادتكم حفظكم الله ورعاكم مما يضاف إلى السجل المشرق لخطى البناء والتقدم التي شهدتها المملكة على مر الأجيال سيدي صاحب الجلالة إن القيم الوطنية التي قمتم جلالتكم بترسيخها ضمن ميثاق العمل الوطني تحمل مضامين سامية تنير المسيرة الوطنية التي تواصلون جلالتكم قيادتها بنهج جامع ورؤى واعية وعزم لا يلين لصون مصلحة الوطن العليا والاستمرار في التقدم نحو مستقبل يشارك أبناء الوطن جميعا في تشكيل ملامحه الواعدة بإخلاص ومسؤولية وروح الإصرار والتحدي ليظل الوطن قويا وعزيزا ويتواصل فيه تحقيق الإنجازات والمكتسبات وإنني يا سيدي صاحب الجلالة لأعاهد جلالتكم حفظكم الله ورعاكم على خدمة توجيهات جلالتكم لتنفيذ رؤاكم السديدة لخير مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويديم عليكم موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة النماء والعطاء التي تقودونها جلالتكم بكل حكمة واقتدار من أجل خيري وزهاري مملكتنا العزيزة ودمتم سيدي بعون الله سالمين موافقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة وإننا إذ نستحضر هذه الذكرى نشعر بعميق ما أنجزنا في طريق الحرية والديمقراطية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من أجل مستقبل وطننا العزيز الذي نتطلع جميعا إلى تحقيق المزيد من المنعة والقوة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني والتي تجلت في الاستراتيجية الاقتصادية عشرين ثلاثين إننا بحمد الله نعتز بما أنجزنا ونثق بأنفسنا للمزيد من الإنجازات ولتكون مملكة البحرين النموذج الأرقى في التعامل مع التحديات وتجاوز الصعاب وتحقيق الآمال التي يتطلع إليها شعبنا العزيز إننا نؤكد بكل التقدير دور سموكم في مواصلة نمو وازدهار مملكتنا لنتمنى لسموكم الصحة والعافية حفظكم الله ورعاكم ودمتم سالمين ولدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا يا صاحب الجلالة أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى السادسة عشر لميثاق العمل الوطني المبارك الركيز الأساس لمشروع جلالتكم الإصلاحي الذي جسد رؤية غير مسبوقة لنهضة وطن بأكمله ورخاء أبنائه لنشهد بعون الله وفضل قيادتكم الفدة انطلاقة واثقة وصلبة لمسيرة البحرين الحديثة نحو وجهة الخير والازدهار صاحب الجلالة في هذه المناسبة الوطنية بمعانيها العزيزة على قلوبنا جميعا نود أن نجدد التأكيد على دور ومكانة المرأة البحرينية في تشكيل ملامح المستقبل المشرق لوطننا الغالي ولعلها فرصة طيبة أن تأتي ذكرى ميثاق العمل الوطني لهذا العام تزامنا مع اختيار مدينة المنامة عاصمة للمرأة العربية وبإجماع عربي في إشارة إلى المستوى الرفيع والمتقدم للمرأة البحرينية ومسيرة شراكتها العريقة والتي تأتي في سياق احتفالات مملكة البحرين المأوية في العديد من المجالات التنموية كالتعليم والقضاء والنظام البلدي والعمل الشرطي ويحدون الفخر اليوم ونحن في عهد جلالتكم الزاخر بالخير والنماء أن تتجاوز المرأة البحرينية بقدراتها وعطائها مراحل الرعاية والتمكين لتصل إلى مستوى جديد من العطاء المتكافئ والمكمل لدور شقيقها الرجل في بناء حاضر ومستقبل وطنها مثمنين على الدوام دعم جلالتكم ومساندتكم الدائمة لكل ما من شأنه أن يجعل مملكة البحرين النموذج المشرف على صعيد نهوض المرأة ومساهمتها في تقدم واستقرار وطنها وحفظ أمنه ورخائه حفظكم الله ذخرا وسندا ودام على البلاد نعمة الأمن والإزدهار في ظل قيادة جلالتكم ودمتم في حفظه سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذا نصها صاحبة السمو الملكي قرينتنا الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل التقدير والاعتزاز تلقينا برقية سموكم لنا للتهنئة بالذكرى السادسة عشر لميثاق العمل الوطني وإننا نحمد الله كثيرا على ما حققناه من نجاح في بناء دولة البحرين الحديثة وما تم إنجازه في طريق الحرية والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولقد كان لسموكم الدور الكبير في ذلك من خلال قيادتكم للمرأة البحرينية وما نهضت به من أجل مجتمع متماسك نام تحقق فيه المرأة الإنجازات البارزة بقيادة سموكم حفظ الله سموكم وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين